تقول أنا مترجمة كنت أريد أن أقدم للطلب لكن مترددة وخايفة لغتي الأم الأسبانية لكن أتقل العربية والإنجليزية حبيبتي أنت يعني تعرفين تقيمين نفسك ابتدائي لكن الموضوع ما يحتاج تردد تقولين أنت تقدمين وتشوفين يعني فيه أشخاص بيختبرونك هل حبيبتي تقول هل الوسامة أو الجمال لها علاقة بالثراء؟ خلنا نقول أن أي طاقة مرتفعة أو عالية أو قوية تستطيع أن تتصل مع طاقة الثراء أي طاقة مرتفعة قوية وعالية تستطيع أن تتصل مع طاقة الثراء باعتبار أن طاقة الثراء طاقة قوية وكبيرة وعالية إذن لما يكون مثلا عندي سيدة جميلة تكون عندها احتمالات أنها تتزوج رجل ثري أكثر من سيدة ليست بجميلة لكن السؤال هل ستنجح في هذا؟ هل ستدرك قيمة جمالها؟ هل ترى أنها تستحق؟ ولما تتزوج ثري هل ستتقبل المال؟ هل ستستطيع التعامل مع المال بطريقة صحيحة؟ ولا تسوي وتيرم ترجع لها لها؟ ولا تغير القصر اللي هي ساكنة فيه وتحولها إلى بيت فقراء؟ لا ترى هذا المشهد؟ أمرأة جاية كنت مفاق جميلة وكذلك جمالها دخلها دخلها مكان وبعدين احتقرت كده كل الأثرياء لا ترى هذا النموذج؟ لا ترى واحدة دخلت على بيت أسرة ملكية تقولهم تشحدهم تقولهم عندكم غلاس؟ كنت شفتوا أو سمعتوا عن هذا المشهد ما كنت ما كنت شفتوا أو سمعتوا عن هذا المشهد دخل أسر ملكية تقول ممكن قلوس يا لأنت الحنى وحنى بحنى أسر ملكية لا يمكن نعطي قلوس حقنا لأحد طيب فهذا اللي يصير هذا اللي يصير من الممكن أنه الجمال الوسامة حتى الشهرة كطاقة عالية من الممكن تخيل سيدة جميلة ومشهورة محتمل جدا تتزوج تاريخ محتمل جدا بس إذا راحت لها البيتة التاريخية بتقدر تشير الموضوع ولا تدخلي في سخافات فقراء وسخافات مختافة وسخافات يعني على قدها وعلى مستواها تقول أول مرة أشوفها توضحك تقصديني أنا؟ او مي جاد هل تقصدني البنت تقول أول مرة شو شكلي كل مرة تحضرين معانا أنا أساس التعلم عندي هو الكوميديا السودا هذه فبتضحكين كثير لا تخافين بنضحك كثير طيب تقول أحيانا الجمال نقمة ما تقدرين تقولين كده طبعا فيه مقولة كده طلعت وشي حظ المدري إيش الملايح في المدري إيش طايح ما تقدرين تقولين تقولين أنه التعامل مع الطاقات العالية موهين فيأما تتعامل معها صحي أما تحرك هذا هو طيب صديقتي تقول وضعت نية السراء وتجلت لي وظيفة العمل مع أمير حبيبتي مبروك الله يقويك صدقوبة قاعدة أضحكة والله أنام على هذه اللقاتة والمرة أشوف أضحك أوكي أوه ماي جود يا سلوى تقول كيف نطور النظام التعليمي الذي يعاني فيه التلاميذ من النفور والملل وما الحلول الناجحة لتطويره نحو الأفضل أوه ماي جود يا سلوى أنا صراحة ماني وزيرة التعليم وله شغلي هذا حنين إيش رأيك تجربة جورجينا للثراء أنا تكلمت عن الفيلم أول ما نزل وقلت لكم تعليقي أنه أنا أنتظر العرس عشان تكتملوا قصة القصة ما زالت مفتوحة أنا أنتظر العرس بتبيعرسون بتزواج هي تبغى تتزوج صحيح أوكي لسه ما صار متى بتتزوج فلما تتزوج نقدر نشوف الموضوع بطريقة ماضحة هل نية الثراء تتعارض مع وجود زوج مرتاح مادياً لأن هناك خصام بيني وبينها قبل بداية هذا الشهر عشرة أيام؟ أثنان حبيبتي كل الأزواج يتضربون ويتصلحون ويوم فوق ويوم تحت عادي يعني زي أي بيت زي أي بيت يعني بتصلحون بتصلحون يعني بتتهاوى شو مرة الآن بس وين النقطة المهمة؟ بالعكس كون أنه زوجك مرتاح مادياً هذا يعطيني احتمالية للسراء أكثر لأنه ولا يعني أنكم مختلفين أنه أنت طلعت منطاقتك بالعكس أنتم مختلفين أنتم لازقين ببعض يعني مرة مرة متورطين بالقصة مع بعض بمتضاربين فأنت ما طلعت منطاقتك هو ما طلع منطاقتك وما زلتم موجودين مع بعض وما زلتم تأخذون تعطوه المنطاقات بعض فكون مرتاح مادياً هذا يساعدك على تحقيق الهدف الذي تبغيناه؟ هل من الحكم أني ننظف مشاهل وأطوّد جسد طاقة بالدخول لبزنس وميناء سرائي؟ شوفوا أنتم تعرفون أنا قلت لكم أن الخطوة الأولى بالنسبة لي لتطوير الذات هي الاعتراف الخطوة الثانية هي التنظيف أنا هذه القاعدة بشكل عام لكن السؤال لما يجي أحد يقول لي هل ممكن أني أكون ثري وأنا ما نظفت؟ أقول ممكن ممكن هل ممكن أني أتزوج وأنا ما نظفت؟ ممكن ممكن أن أمم متزوجة هي ما نظفت عادي عادي بسؤال مثلاً على مدى الاختبارات على إيش بيصير خلني وأقول لك شيء في موضوع أنت أصلاً يعني نظيف فيه؟ أنت يعني أنت يعني رائع عندك كارمة جيدة فيه؟ عندك يعني كارمة كثير ممتازة فيه؟ كثير ممتازة؟ لا يمكن أنك أنت تقول والله خلني أوقف وأبغى يعني أضبط مشاعري وأراجع نفسي وكذا يعني بالنسبة لي مثلاً لو أبغى أدخل مدرسة أو كورس أو دورة أو لا يمكن أفكر لأني أحرف أني عندي طاقة جيدة في هذا الموضوع أحرف أني عندي كارمة جيدة في هذا المجال في الدراسة في الثقافة في المعلومات فكل شخص يعني عارف هو وين النقطة اللي هو نظيف فيه؟ عندك مثلاً جد ثري عندك جد ثري يعني يعني فيه احتمالية كبيرة أنه أنت تشبكين بشكل مبكر وتحتاجين التنظيف للقصص أخرى لحكاية أخرى لعلاقاتك العاطفية لصد أصدقائك لمواقف الطفولة فالتنظيف مهم أعتبر ثاني خطوة لتطوير الذات بشكل عام لكن ما أقدر أقول أنه لن يتحقق الهدف ولن تتحقق النية إلا إذا نظفت أبغى أقولك أنه فيه كثير ناس صاروا أثريا دون ما ينظفون فيه كثير ناس تزوجوا دون ما ينظفون لكن إذا أنا أعرف أنه هذا هو الفيل الأبي الحقي عندي مشاكل فيه كثيرة أكيد أبغى أقول أحسن لك تتنظف كبير طيب خلينا ناخذ السؤال من التك توك أوكي 169 ألف لايك شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعطيكم العافية ما دافع الشخص للسرقة معنا مرتاح ماديا تكلمنا عن القراصنا أمس حسيت أنه الموضوع كان مهم وحسيت حسيت تأيدوني أو ما تأيدوني أنه نحتاج حلقة ثانية على القراصنا أو لا كأنه حسيت أمس كأنه نحتاج حلقة ثانية على القراصنا طيب انصحيني بمشروع خاص ما يصير لا يمكن أنت مثل المفتاح يشبك في باب أنت مفتاح يشبك في باب فما أصبح أقول لك والله الفترة هذه ترى موضوع مثلا الكريبتو كورنسي مرة ناجح طيب أنت مفتاحك لا يشبك مع الموضوع هذا أنت عندك خصائص عندك أدوات عندك طريقة تفكير عندك أسلوب في الحياة هذا يشبك مع بزنس معين فأنتي لازم تعرفين نفسك ومن هالإحتمال الأفضل اللي أكيد نبغى نتكلم عنه في الأيام القادمة